المطالبة بعودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة حضوريا بات مطلب شعبي بعد أن أطلق ناشطون وأكاديميون هاشتاك الدعوة إلى الدوام الحضورية سيما مع عمل المدارس الأهلية بدوام حضوري كامل حتى في أيام الجائحة ما خلل بعض منها مؤكدين فشل تجربة التعليم الإلكترونية محافظة واسط أطلقوا هاشتاك عودة المدارس عودة المدارس بكافة مراحلها الدوام الحضوري أسوة بواقع المدارس الأهلية وهذا الهاشتاك على عموم العراق انطلاقا من مقولة العلم نورو الموجه لظلام نطالب كهيئات تربوية تعليمية وتدريسية بعودة الدوام الحضوري لمدارس الحكومية أسوة بالمدارس الأهلية لأن بصراحة نجد أن هناك مؤامرة كبيرة على التعليم في العراق من خلال تجهيل المجتمع من خلال نشر الأمية من خلال عملية التعليم الإلكتروني اللي هي أصلا ما متوفرة بصورة أساسية في بلدنا العراق ويتساءل تربويون عن إمكانية فتح المدارس الأهلية لقاعاتها الدراسية على خلاف الحكومية منها في الوقت الذي يواجه فيه أولياء الأمور ظنك العيش مبدين تخوفهم من القضاء على مجانية التعليم في العراق لاحظ بعض المدارس الأهلية قامت بفتح المدارس من شهر التاسع تصور أو يمكن شهر العاشر لاحظ لماذا المدارس الحكومية تغلق والمدارس الأهلية تفتح السبب لأن أصبح التعليم تجارة وليس تعليم لأن المستثمر يتدخل بكافة الأمور ومفاصل وآليات عمل الإدارة كل المناسبات الدينية والتجمعات البشرية قائمة لكن حين يصل الموضوع للدوام المدارس والجامعات يكون هناك خطر الوباء بالحقيقة جربنا موضوع الدوام الألكتروني وكانت تجربة جديدة على العراق وبالتالي تجربة كانت فاشلة وخاصة طلاب المدارس يعني عندنا الآن أطفال بالصف الأول والثاني إلى الآن ما يعرفون يكتبون الحروف العربية اليوم معظم المواطن الواسطة هو يعاني من الفقر والحرمان يعني أنت اليوم من تسمح أن المدارس الأهلية ترجع للعمل والمدارس الحكومية متوقفة شنو السبب؟ الغاية من هذا الموضوع شنو أنت إلا بحالة وحدة إلا أنت اللي جاي تريد تنهي مجانية التعليم بالعراق وبحسب تربويون فأن مواجهة خطر محول أمية في العراق بات أكبر في ظل التفاوت الكبير في العملية التربوية والذي أضاف عبءا آخرا على ازدواج المدارس واكتظاضها فضلا عن نقص المناهج وتبديلها بين الحين والآخر من مدينة الكوت علي محمد قناة دجلة